هنروح لأخبار النادي الأهلي نبدأ أول خبر معنا النهاردة في أخبار النادي الأهلي وفريق سيدات كرة اليد فريق سيدات كرة اليد بيفوز على نادي الجزيرة على نادي البعادي عفواً 31-20 ما شاء الله في أول مرحلة في نهاية دوري السيدات بيفوز 31-20 مباراة مهمة جداً وقت قوية لأن فعلاً دوري كرة اليد السيدات السيدي اختلف 14 فرق بتلعب فيه لكن دلوقتي وصلنا لمرحلة التمانية آخر التمانية اللي هم بيصفوا في الدوري النهاية اللي هو بيطلع منه بطل دوري السيدات قدروا يفوزوا على نادي البعادي 31-20 وعندهم مقابلة مهمة جداً مع نادي الجزيرة بإذن الله بكرة على صالة بيتعوبة نادي الجزيرة بلعب على صالة بيتعوبة فنادي الأهلي بكرة عندهم بوراء مهمة 8 فرق اللي وصلوا للمرحلة دي وهم الأهلي وسبورتنج والشمس والزمالك والمعادي والطيران وكمان سموحة والجزيرة الدوري ده بيتلعب رايح جاي اللي يفوز بأكثر النقاط يفوز ببطولة الدوري نسيب كرة اليد ونروح لناشئات السلة اللي توجه تحت 18 سنة اللي توجه ببطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على نادي الجزيرة الفارق بفارق 30 نقطة الفارق كبير مورانتهت بـ 54-24 الفرقة تحت 18 سنة في نادي الأهلي بيقودها كابتن محمود يونس الماتشة تلعب مبارح على صالة المركز الأولمبي بالمعادي لكن بجد لعباتنا قدموا وجبة ده في كرة السلة ده بيطمننا على مستقبل كرة السلة سيدات في النادي الأهلي نتائج الأشواط العشرة سبعة التاني بنوصل لـ 29-11 والتالت 38-17 لكن الأخير بينتهي بـ 54-24 مبروك لكرة السلة ومبروك للنادي الأهلي بفوز بمنطقة القاهرة وإن شاء الله مستنين منكم البطولة الأقوى والأهم وهي بطولة الجمهورية